اشتركوا في القناة نقسم البلد نصين هو مش قلناك ما تتكلمش بتتكلم ليه لا فيدي بقى عنده حق عشان احنا لمواغزة في بيته يبقى 75 ألف فين البضاعة وانا وريك البضاعة ليه هو انا كنت وافقت الله مخلص ده بقى 75 ألف حلوين مش قليلين طب فين الفلوس نص ساعة وتكون عندك لا انا مش وريق ابعد انا ساعتين عبل مروخ بولاء واجيب البضاعة واجي بولاء انت مكمرة البضاعة بشقيتك في بولاء اه وما ليعني هكمرها فين انا هخطف رجلي اروح لبولاء جيب البضاعة واجي وانت تعمل تليفونك واجيب الفلوس ومش حرجة على هنا غير لما كلم رضا على المحمول قال لي الفلوس موجودة حاجي باشي طب ابعد حد معاك يوانسك لا تشكر التاكسي اللي هيوديني هو اللي هيجابني سلام يا أخي سلام كده بقى خمسة وسبعين ألف وسبعة ونص بتوعي عملتي العشرة في المية تمام كده بقى تشرب القهوة بن عمي قوامر يا مولانا عارف فتون طبعك اه 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 رحي مكا رحي مكا مش وار سعتينه جاي يلا سلام لأه حال الهازه معيه يطلع لابوك باعة سامو واسألو القاس دي كلستران ارنالدو ولا باش كلستران ارنالدو كلستران ارنالدو يلا جدعو السلام عليكم السلام في واحدة اسمها عسلية ساكنة هيلة ايش دابتها اه هو اه دول الارض ايه ايه بس الشقة فاضية فيش حد ايه ما جاتش اليومين اللي فاتوا دول عسلية طفشانة بقى لا شهور تبتسع عليها ليه ايه ما تعرفش اختها فين طول قدسانة بقى لا يومين ثلاثة قولي بس انت عايز ايه وانا رياحك قولي بس انت عايز ايه قولي بس انت عايز ايه ايه يا هيلة ايه يا هيلة ايه يا هيلة اسلام عليكم اسلام عليكم اسلام عليكم انا عايز اعمل محضر سرقة انا عايز اعمل محضر سرقة هي اسمها هنا عسلية وفي اسكندرية اسمها زينم معرفت مين بقى ان مراتك عسلية بتاعت القاهرة هي زينم بتاع اسكندرية عرفت من واحدة كده ايه مين الواحدة دي واحدة ستة كده بتاعت ربنا مكشوف عنها الحجاب ايه كانت جاي تعالج مراتك اخوة ايه فشافت عسلية دي مرة واحدة قبل ما تسرقني ولما جات بعد كده عرفت كل اللي حصل لوحدها والستة اللي مكشوف عنها على الحجاب دي اسمها ايه اسمها ما هي هي دلتني ان عسلية دي هنا وموجودة في بلاء اسمها ايه اسمها الشيخة كوسر الشيخة كوسر وطبعا خلت منك خمس تلاف جنيس صح ايه انت مكشوف عنك الحجاب برضو يا باشا انت عرفت المين ايه نصاب ومتسجلة عندنا نصك هي ستة كبيرة كده شوية والتماني بتلبس عبايات سوية صح؟ صح مصبوط بس برضو مكشوف عنها الحجاب هي مجبتش عليك احي احي الكوبان ايه وتعملت عليها يعني كوسر دي معاها ازاي؟ يا باشا دي مكنيش تعرفها اصلا وانت لما جيت تتجوزها ما شفتش في شهادة الميلاد ولا البطاقة اسمها زينب ولا لأ اه اه يا باشا هي هي ورقها كل ورع هنا في البيت لما تحلق بيتهم في بلاء فلما نازلت اسكندريا عملت شهادة ميلاد وبطاقة وكده وعملنا لها فيش متشميل وطلعت معالهاش حاجت اعم يا مش متسجيل عندنا اه طيب انا المفروض اعمليه دلوقتي انت هتستنى هنا معانا شوية لحد ميجي رئيس الناباحث وبعدين بقى تبقى انت تحكي له حكاية زينت دي من الاول خالص يا باشا انا احكي لأي حد بس اغتوني طيب اتفضل قديم والله العظيم سرقت سيغة مراتي كلها شقة عمري ان شاء الله اتفضل بس هي من هنا انا معرفش ان امسكندريا كنت تجيبتها هنرجعها ان شاء الله بس اتفضل هنا الله يباركنا اتفضل تعالي يا لبنة تعالي هاي زيتي اي رأيك بقى في المطعم بتاعنا دا يعتبر اكبر مطعم في المينيا كلها ايه رأيك عجبك؟ ايه طارق بابا فين؟ بابا لسه ماشي ماشي اهلا اهلا تعالي تعالي اعوض ازايك يا نبيل؟ مساء الفل يا ست الكلب لحظة واحدة واتلقى الترويزة ازاي الفل عيهاتلي والنبي نسكة فيلي بالجبولة كل مرة اناية اشربي ايه يا لبنة؟ شاي؟ وانا نسكة فيه زيني عم هتلاقى نمون وهاكلي قهوة اناية باشا قوليلي بقى عمك ده اسمه ايه؟ ايهتي هناك هتلاك أقدمي نسكة الحاجات كل مرة أكلمك أبعايز منك خدمة ده عشامنا يا باشا واحد اسمه عبد الرحمن أحمد محمد المنياوي موليد المنيا كنت عايز عنوانه بعد إذنك لا لا يا باشا مفيش مشكلة على حاجة شاكيناك للتقيق دي واحدة قاربته بتظهر عليها شكرا يا باشا دعبك مع ايه اتفضل 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 ها ايه الأخبار بكنا ست العلون هيبقى عندك نبيل باكي لا بتاعتي جوه طيب انا باشا جوه انت مش هتوصلنا اوصلك انت لسه جاي مركابي تاكسي تاكسي؟ ما تروحوش في حتة انا جايلتو ها تخش عمل مكان التليفون وهارجع هو طريق كده على طول بيبقى في الشغل متعصب ومشطيق نفسه باستي قوليني ايه رأيت بقى في المطعم بتاعنا؟ حلو صح؟ هتتبسي لحاجات اللي عملناها شابين جميلة ايوة سامير لا اخليك زي ما انت ها هي مش جاية انا في المقطة مرادة سلام تبقى حلقة ليلة انا بتجذب علي عشان طلص مني والهلوين مش في بيتها في حتة تانية هلوين؟ انت بتعجاني البلوزة يا ريدا؟ هو ده تمسال العصر اللي انت قلتلي عليه؟ يا ايه اولايا فيه ايه اولايا انت عتبالوليني؟ فيه ايه؟ مش قربتك وانت اللي قلت سعادة قلنا بانت ما هتجيبها لبرة واخرتك هترجع السجلي ثاني وجيني من اعزالك في البيت في داهية ماشي يا ريدا ماشي يا ريداني حواريب يالله يا عزاء يالله يا شهنات يالله يا شهنات يالله يا بيت تسلبوكو في الهروب بتاعه يالله يالله بينا مالناسوا قعد هنا يالله غينوة خدشي خدي ايه وزفت ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا وقعدت دلوقتي في وقت متفرز ده؟ ما انا عديت عليكي في البيت ملقت كيش قلت اكيد تبقي هنا وزهقت والله انا كنت حقومة خبط عليكي خبطي عليكي خبطي عليكي انت تهبلتي ولا ايه؟ مهم هاتي من الاخر عايزة ايه يا فتون؟ عايزة منك خدمة صغيرة بس خير تعدي علي علي في السدم تسألي سؤال وتخدي الرد ده كل الموضوع بس انا مقدرش عدي علي يا اختي انا بقى لي كتير معددش علي ده ممكن يضربني ويموتني ويفرج علي أمت محمة عشان خطر يا اختي ماشي يا فتون هروح لعلي بس دي بقى اخر خدمة هعملها لك فتون انا مش عايزة مشاكل قد نعمة اخر خدمة انا مش بتاعك مشاكل مش عايزة مشاكل والله ماشي يلا بنا نروح عالبيت طب عندك اي حدا في البيتنا كلها لعانا وانت على طول همك على لحم بطنك كده امشي ايه ده يخرب بيتي منك وضح دينا اركابي يا اختي من هنا انا اركب من ناحية الدار اركابي يا بيئة يلا يا راي ايا يا صلاح لسه في القاهرة ماشي مش هرجع دلوقت يا صلاح والله يا صلاح مهرجع غير لما لقيها طب يا صلاح يا صلاح ايفل دلوقت يسيبني شوف انا هعمل ايه ايفل دلوقت يسيبني انا هشوف انا هعمل ايه يلا يا صلاح يلا يا صلاح إن هي عندها باسبوسة من اللي انت أكلت منها قبل ما تدخل السجن ولي تاني؟ فيتون بتقولك إن هي عندها طبق كبير من الباسبوسة الحلوة اللي انت أكلت منها قبل ما تدخل السجن وبتقولك كمان إن هي أخدته من أنسي وهي دلوقتي محترة مش عارفة تودي فينه أو تديه مين ينهر أبوك يا سود يفتون ينهر أبوك يا سود يا عم وأنسي يا عم وأنسي أنا تمام فاهمني بس تعد رضا الحبسني زال فور كده كتير أنا من صباحات ربنا على لحم معدتي وعلى لحم بمالي اللي عارفة أنزل أجيب أكله وعارفة أنزل أجيب سجاير يا ربتك يا بدي سرقة مني قميسة أنا متعور في كتير يعني لو ما خدتهمش لحم من جتكو أحبسك بهم خمسة وعشرين سنة ومحدش يسألني في حاجة طب ممكن موزة هتعمل بي دعاية ما كلتش عايق خد موزة طب النبع موزة أنا مش عايزك تزعل بس يعني برضو كلت الموزة تقيت على باب الحياة شيد ده أنا هشبعك موز تقيت على باب الحياة تقيت على باب الحياة تقيت على باب الحياة آه مش عايزة غير أنا حر لا مو أنا كده بقى حبتدي أقلق أنت بطريقتك دي محاسسان أنك هتفتح الباب وتجري تغرابي فتون فهميني كده بالراحة أول الحكاية وأخيرها عشان أنا لما روحت العلي قلت رسيني اللي أنت بعبتي معايا بصراحة كان بيتشال ويتهبد وكت حاسة أنها ينطي جبني من زمارة رقابتي وبرضو ما رسانيش على حاجة لا ولا نهرسك على حالي أديكي روحتي وخلاص فتون هو أنا لو قلتلك أن أنا مش عايزة تتعاودي معايا هنا عشان أنا قلقانا من اللي وراكي ومصايبك اللي ما تتخلصش أوهنا كده بقى غلطانة طب والنعمة الشريفة أنا عمري ما حملت حاجة غلط طبنا إلى الله يوم ما تجوزت علي ستني مين؟ طبنا مين يا أختي؟ يعني في حاجات وحاجات يعني آه مهم يا أختي أنا هفضل قاعدة لحد ما علي تكلمني في التليفون ما حروح ولا حاجة ولا حد هيعرف أني هد خلاص؟ برضو مش مصدقك يا أفتوم يا بيت بقولك لما روحت لجوزك كان خلاص حينط في كرشو هيجيب رعبتي ويقتلني بص يا أفتوم أنا بصراحة زهقت من مشاكلك من الآخر وخدي الفلوس اللي أنت تدهالي ويمشي كامل مش عايز تشوف الديني طب الديني الشريحة بتاعت التليفوني أحطها في تليفوني وأول ما علي يكلمني حد يجي الشريحة ومشي يا والله عاب لنا يا بيت يعني ديجي تليفوني وطقت عامة عن الدنيا وأخرب مصالحي عشان إيه عشان أيونك ولا إيه أنا عارفاك هتفضل تلفي وتدوري وتلفي وتدوري لحد ما تعرفي الموضوع أنا أقولك عالموضوع يا أختي أصل أنا معي تمثال ده وعاوز أبيعه هبطي يا بنت اللاعيبة البسبوسة الحلوة طب والله يا قط عارفها إيه لو بيعتوا بقى البيت هتديك قرشين حلوية يرستقو كسانة بحالها طب أمانة كاذا سرعتين مني خراسي إيه ما سرقه دي دي عملتي في صفقة كبيرة طب بالنسبة للنصيبي فعملت الصفقة الكبيرة لما تباع كيف؟ هيا هتقعديني ولا أمامشي ترزعي هتعودي وهتأكل هدي أختي وهتشرابي أحلى كبات شا بنا يستطيعهم عقوموا سحبنا الله هيا دكتور إيه الأخبار طمنا أنا شاف أنه مفيش أي مشكلة خالص عضويا هي سليمة سليمة زي دكتور يعني معنى كده أنه هي اللي مش عايز تتكلم؟ واضح كده واضح أنه عندها مشكلة نفسية الكلام أنه انتو بتقولوه بيأكد كلامي أنصحكوا تعرضوه على دكتور أمراض نفسية وأصدق إيه ده؟ يعني معنى كده أنه هي مش عقلة؟ إيه يا مها؟ إيه يا مها الكلام أنه أنتو بتقوليه ده؟ مش أنا يا مام اللي بقول للدكتور هو اللي بيقول أنا بشكرك جدا يا دكتور يلا يلا تعال برا اهدى على نفسك شوه يا علي اللي أنت بتعمله دوت مش هينفع لبرة وحيدرك ويأذيك وهيخليك مش هتعرف تفكر صحي أنا عايز أفكر حلو هتفكر فيه بقى أن أنت ممكن وإنت قاعد هنا وبالبساطة قوي تسند اللي أنت عايز تسنده برا بالتليفون سي عايز تليفون اعتبره حصل أخوي قال كمال انزل شوف لي مين نباطش النهاردة بسرعة فتون ايه ده فتون انت يا بنتي ها عايز على تليفون قومي انت مقتولة هالي 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 انت لو تحسيش ها انت نايم وانا هتجنن هنا انت عارفة عملتي ايه انت عارفة لو انسي مسكك هيعمل فيك ايه رجع الحاجة بتاعة انسي افتون مش هيحصل يا علي بقولك ايه يا اختي ها سكة بقى شوية كده عايز اتكلم انا وجوزي في حاجات ماينفعش حد يسمعها سكة في باتي ده ايه الفقر ده ايوا يا علي اللي حصل حصل بقى ولي روي معي انت مجنونة وغبية ها انا غلطانة وبنت ستين جنوبة بسعب لي يعني ماقدرش ارجع لقنسي بعد اللي عملت فيه امار راشد فين راشد معي ما شايلوني البطاعة وركبوني قطر اسكندرات وانا هربت فرمسيس راشد ده مفروض ان انا اللي مسؤولة مني الله بس انا ماقدرش عليه ده قتل اتنين قولي يا علي وانت يعني عندك سكة بيعبيع البضاعة ولا دور انا على سكة لا يا تونة يا حبيبتي انا خايف عليكي والكلام اللي هقوله هو اللي هيمشي البضاعة اللي اقولك اتمسماري عندي غنوة ما تتحركيش الى لما كلمك تاني ايوه كده هو ده اتذكر بتاني ايوه حسس انك خايف علي مش من اول المكلمة دب بي دب بي دب بي دب مفيش ازاي وحشكينا يا تونة يا تن تونة ايوه يا اخي هو انا كنت باي تفعبنك وحشني كلامك يا علي تونة عشان خطري ما تتحركيش فهمها عشان خطري لا يا اخوي مش هتحرج من هنا ولا خطوة واحدة قاعدة مستني سلام يا اخوي در السلام اللي هو شعبان يا حاك بي واحد اتنين تلاتة اربعة بي تسع اسماء شبع اسم عمه بتواريخ ميلادهم بعناوينهم سهلا ثلاث اربع ساعات نكون لفنا على كل العناوين دي واكيد هي لما تشوف عمه هتتعرف عليه صح؟ او وانا هاجي معادي وانت تروح معهم يا طار هروح معهم فين يا حج انا فاضي للكلام ده تبعت معهم سواء سواء؟ لا ماينفعش يا ابني في ايه؟ انت محسسين ان اقعد مع محافظ المينيا تحج يعني انت عايز نسيب شغلي وقعدة لفة مع واحدة تايها على عمها اللي عمرها ما شافته هي كلمة واحدة هتروح معهم يعني هتروح معاهم حاضر يا بابا والله انت ماينفعك غير ابوك يعني هتيجي معانا بعد الغداء؟ بالليل لما ارجع بالليل؟ هو انت هتعدي عالناس بالليل تسألهم انت عمها ولا مش عمها؟ ايوة يا ماما هخبط عالناس بالليل عشان انا مش فاضي غير بالليل خلاص يا ستي مانا تحت عمرك انت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه ملكش دعوة بيه ليك ده بس يا مطارك انت حبيدي ماما مش هترضى عنك لما تعملها اللي هي عايزة وطبعا انت عارف انا عايزة ايه؟ مش هاهداء لما تتجوز وتبقى في بيتك طبعا مليزة كان الميت مليون عروسة اللي انت جبتيهم ما عجبونيش وبعد انت مستعجلة على ايه؟ ما كده كده هتجوز وفي الاخرى يا ستي اللي هجبهالك هتعجبك وحتبقى على زوجك خلاص يا سيدي اختار العروسة اللي تعجبك احنا ملناش اي شرط غير انها هتبقى بنت ناس ومن عيلة والعائلات اللي في المينيا معروفين يتعدى على صباح اليد الواحدة ميل انت على اي عائلة واحنا نكلم عليك حاضر عاك حاضر يلا مدي قدوكو كلهم خاطر علي علي يعلم يعني انت علي يا روي عايز تقولي انك تغفلت يعني غنوة اللي زارتك مبارع ما قالتلكش مكان البودرة فين انت شايلتها ثلاثة كيلو وراشد وفقك على كده ماشي خد وعد يفتح السبيكر يا علي هي دي الرجولة تشايل مرات مخدرات وتركب العربية مع انسي في الامان يا ذكر يا عرط القرايب يا إلا طب بتشتم ليه دلوقتي يا علي على فكرة انسي سامعك وهو اللي شايلها الحاجة الله راجل ما عادنا عنده بيصرف علينا عايز نقوله لا الفتون اكيد اكيد عندي خالي زنهم شايته الجديدة غنو قالتلك كده لما زارتني لما راحتش الشاقة من اسبوعين عندي خالي زنهم الفتون باتت عنده وساعة جوازك اه اه ايوه فهمت؟ خالي زنهم ماشي يا علي انت مراتني معاك انت ومراتك واختاها انا ما بجيش من واخه وغير المصائم تروح عندي خالي زنهم ولو لقيتها ترجع الحاجة بتاعت انسي بقولك ايه ايه يا كلمة بناهية من النهار ده انا مليش دعا بيك ولا بمراتك انت بتتني وتتفرد علي عشان انا في السجن حاضر يا راشد اللي بقوله تسمعو يا راشد وتنفزو فهم؟ يا الله في ايه يا علي مقالك في ايه؟ مهمتا لو راجل صحيح ما خادش براتك بنت المجنونة عملك كده مع الراجل اللي قوينا احنا هنقعد نهبش في بعدي كده كتير ايه ايه تخلص ايه علي يا روي فين؟ هطلع على هناك دلوقتي يا علي يا روي ماشي تعرف العلوان اللي قال علي ابنا عمك ده؟ عارفوا طيب يا علي يا روي مش هأزيها يا علي يا روي بس كده يبقى ليه عندكو اتنين؟ سلام يا وحش صدقت بقى ان انا مكنتش بحور عليك؟ شفت؟ ماشي يا فتول ماشي قابل له ده انت خيرك مغرقنا يا حاج لا لا تحت عمرك لا سلم عالجماعة والأولاد ماشي يا حاج لا يسامحك يا حاج علمت عملته فيه معالف سلام تعالت تقول لي الموضوع مش هاخب منك وقت مش هاخب منك وقت هديني تبهدلت طيب كويس ما تتبهدلت تتعلم ايه اللي حصل؟ ايه جاهلك تقولك ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اتتسعى تلعو مايعرفوهاش يعني ايه ماعرفتش تصالولو؟ بصراحة حاجة ما تزعلش مني انت ومي غلطتو غلطة كبيرة اولا ما جبتوها طعب معانا يا ايه نفهم؟ كانش ينفع نسيب بنت زي دي في الشارع الوحدات؟ ماشي يا حاجة بس ساديني ملقناش عمها بتقدر تقول لي بقى هنتصرف ازاي؟ في ايه يا طارق؟ ما هي البنت عادة معانا هنا لحد ان شاء الله ما لايه اهلاك؟ عادة معانا فين فريدي ووراها مصيبة؟ يا ابن ايه؟ يا الله استني بس وعقودي وعقودي انت مش ماشي هدعاني بس وعقودي يا أخي خلي حتك دم في ايه تهرج البنت كده؟ وانا هقول لك كلمة تحطاها حلاق في ودنك ملاكش دعوة بيه ويه مش هتسيب البيت البنت دي في مسؤولية انا اعتبرني متبنية يا لا يا حاج انا مش موافع اللي انت بتقوله ده على فكرة انا مش باخد رأيك انا بقول لك قرار معاك بك كده؟ استريحت؟ قصرت بخاتر بنت غالبانة؟ اصريح انت وان ما عندكش احساس؟ مين يزعلك؟ دهيا في الغبوك ايه ده؟ حد يفهمني فيه ايه؟ مين اللي امتعلها؟ اسأليهم اسألهم؟ ممكن حد يفهمني ايه اللي حصل ملع مش هزعلانا كده ليه؟ خلاص خلاص وعود الميتها خلاص وعود خلاص وعود اتاة خلاص وعود اتاة اتاة ملع اتاة اتاة رجل هل انت أنا أسف على فكرة أنا مش ضدك يا لبنى والله العظيم أنا مش ضدك بس أي حد ما كان يلازم يعرف تي كان دين وراك إيه أنا مش هتمشي نخليك وأنا هتغور لك على عمك داتي بجد